بدورها أوضح المقدم طبيب منافل قحطاني استشاري الأمراض المعدية في المستشفى العسكري أهمية تلقي الجرعة المنشطة التي تستخدم لتعزيز وتقوية المناعة المكتسبة مؤكدا تقليل المدة الزبنية بين أخذ الجرعة الثانية والجرعة المنشطة من 6 إلى 3 أشهر أسباب الجرعة التنشطية هي هناك سببان رئيسيان أول سبب هو لتعزيز وتفعيل مناعة جسم الإنسان التي ستتفاوت ما بين شخص إلى شخص وما بين فترة زمنية محددة فمن بالكم في ظل وجود وباء بدأ يستمر لأكثر من سنتين وهذا يؤدي إلى النقطة الثانية أسباب الجرعة التنشطية في ظل وجود ما دام في وجود الفيروس ينتشر في دول العالم معناته سيظل هذا الفيروس أن يتحور والطريق المثلى للصد ومنع من انتشار هذه الفيروسات المتحورة هي بأخذ الجرعات المنشطة ومن منطلق مبدأ الاستباقية في تقييم جميع البروتوكولات الموجودة في مملكة البحرين وذلك بشكل مدروس حسب المعطيات تم إعلان عن أو سوف نعلن عن خفض مدة التسجيل لأخذ الجرعة المنشطة بين الثانية من تطعيم الساينوفان والجرعة المنشطة إلى ثلاثة أشهر ترجمة نانسي قنقر